الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم فإن تأكدنا أنه كان عالماً وقت الوقوع فننتقل إلى الشرط الثاني وهو الذكر وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من هذه المفسدات وهو ناس صيامه فلا شيء عليه وعلى ذلك أدلة عامة وخاصة أما من العامة فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما ستكره عليه وأما الخاصة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه ويقول صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره رحمة من الله التكليف يقطعه النسيان التكليف يقطعه النسيان فأي محرم وقعت فيه ناسياً تحريمه ناسياً تحريمه فلا شيء عليه بل حتى لو حلفت أن لا تكلم فلاناً ثم كلمته يوماً من الأيام ناسياً يمينك فهل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة ما عليك كفارة لأنك فعلت المحرمة ناسياً فكل من فعل شيئاً من المحرمات ناسياً فإنه لا شيء عليه